منهم الصديق ولا عرفه ولا عرفه هيعمل ايه فينا انت شايف انك مع مصر انا شايف ان انا مع مصر من البداية يحصل دواير سياسية دواير تغييراتي يجي حازم الببلاوي يروح حازم الببلاوي يجي البلاوي يجي اللي قابله يجي اللي بعده وإحنا كلنا عادينا نتفرج لما ادينا ادينا ولا طلب مننا نمدي ادينا ولا عادينا نشوف واغيب كده لما الأمور كده تزمت علي اقوم عيلهم في قصيدة شهادة للدنيا وللتاريخ اه يعني انت الاول اتكلمت على فكرة الناس اللي بتتحنجل والناس اللي بتحاول تظهر في الصورة ويمكن دي مسألة من اللي بتحبط بعض الناس اللي خرجوا في 25 يناير دلوقتي انهم حاسين ان في نظام تاني بيرجع رغم ان حتى السيسي نفسه اصرح باكتر من طريقة وعادلي منصور رئيس الجمهورية قال ان مفيش نظام قديم هيرجع انت شايف ازاي ممكن نصالح انا اصيبك من التصالح بقى انا شايف ان كل الزمن كل رموز عصر حسن مبارك يعودون يعودتان الحياة ويعودون بقوة وبالذات اعلاميهم ويعني ناسهم كل شوية افتح التلفزيون اللا واحد قاعد ساعة ونص يتكلم ويتكلم عن السورة فطبعا الفران تدخل في العب مبارك نفسه بيطلع دلوقتي في احديث ما بقولك يعني لا وكله بقى الصحفيين وان اللي خربوا الدنيا واللي بوزوا نظام حسن مبارك اصلا وكانوا يعني الكهنة بتوع الان مالين التلفزيون لكن انا مش اهوك ما اضرش الوقتي اخد البالك اقول لا انا مش معاكم عشان انت انا مستني اشتركوا في القناة